في ثلاث عمليات عسكرية برية واسعة مدعومة بغطاء جوي متواصل استهدفت مواقع العصابات الإرهابية تمكنت القوات الخاصة العراقية وقوات المتطوعين ورجال العشائر الوطنية من تطهير معسكر كركوش في قضاء بلدروز في محافظة ديالا وقضاء حديثة وقرى بروانا وآلويس ومدخل سد حديثة في الأنبار والهياكل والسجر في الفلوجة ومنطقة شجرة الدار في تكريت وتكبيد الإرهابيين ثمانية وثمانين قتيلا بينهم فهد أبو جعفر وأبو عمر التونسي وأسعد أبو ريشة من أمراء داعش وتدمير سبع وثلاثين عجلة مسلحة ومنذ ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم تواصل قوة حماية منطقة الضلوعية صد هجومات إرهابية متتالية وأفشلت محاولاتها السيطرة على الدوائر الحكومية عدى دائرة الماء والمجاري التي تمكن الإرهابيون من إيجاد موطئ قدم لهم فيها وتواصل قوة حماية المنطقة عملية اجتثاثهم منها الجيش العراقي والشرطة العراقية والمطوعين سوية يقومون بتحرير الأرض التي اقتطعت من العراق سواء كانت في صلاح الدين وفي أطراف سامراء وكذلك في أطراف الأنبار وإن شاء الله ستعاد جميع الأرض التي اقتطعت من العراق إلى حضن بلدنا ووطننا وحضن السيادة وكشفت مصادر أمنية عراقية إن تسعة من إرهابي داعش وأحد عشر من إرهابي ما يسمى بالجيش الإسلامي قد قتلوا في اشتباكات عنيفة شهدتها ناحية السعدية شمال ديالة بينهما بسبب خلاف على توزيع الأموال المنهوبة من المواطنين نادية العبيدي تلفزيون العربي السوري بغداد